أعلنت شركة المجمعات الاستهلاكية أتابع لوزارة التموين وتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفكهة بجانب طبعا السلع الجذائية واللحوم والدواجن والأسماك ووزارة التموين طرحت طماطم في المجمعات الاستهلاكية بسعر الجملة 8 جنيه للكيلو مقابل 13 أو 15 جنيه في سوء التجزاءة يعني بفارق 7 جنيهات معينا على الهاتف أستاذ هشام عبد المنعم مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين صباح الخير يا فندم صباح النور يعني دايما كده كل عام في هذا التوقيت بالنادي بنقول مجنونة يقوطة كده زي ما بيقولوا بسبب أنه يعني سعرها بيرتفع بشكل أو بآخر ولكن احنا عندنا هنا أسعار المنتجات والسرع داخل المجمعات الاستهلاكية هي يعني قليلة عن الأسعار في الخارج فلو تقول لنا كده المزيد من التفاصيل طبعا عندنا الطماطم بره سعرها عيلي قوي طبعا الدولة بتحاول السيطرة على الأسعار السوق الخارجي من خلال المجمعات الاستهلاكية الطماطم عندنا سعرها 8 جنيه طبعا ده سعر أقل من سعر جملتها كمان عندنا الخيار سعره 6 جنيه ونصف وطبعا جميع المنتجات عندنا عالية الجوزة عندنا الفاصولية سعرها 8 ونصف الكوزة سعرها 6 ونصف البتنجان 4 جنيه فالأسعار عندنا أقل من السوق الخارجي بشير طبعا دايما الدولة بتحاول تسيطر على الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية طبعا برضو عندنا أسعار في الصبر ماركت برضو لو قلنا الفراخ النهار ده سعر كيلو الفراخ اللي هي البرازيلي سعر كيلو 33 جنيه اعتبر ان فرخة سعرها 33 جنيه عندنا اللحوم اللي هي السودانية الطازجة مدوحة في المجزر المصرية سعر كيلو 85 جنيه الأسعار طبعا في المجمعات أقل من السوق الخارجي بشير تمام يا فندم أخيرا توفر المنتجات وكمياتها منعا للإزدحام حضراتكم بتقولوا أن كل إجراءات الوقائية موجودة وفي نفس الوقت الكيميات كمان متوفرة بكميات مناسبة للجميع طبعا كل حاجة متوفرة وبرضو الدولة من خلال منظومة التموين وفرت الكمامات اللي هي إنتاج الهيئة العربية للتصنيع طبعا دي معمولة طبقا للمواصفات العالمية المواطن بيحصل على الكمامات دي يعني بيتفع في الكمامة نص جنيه وبتخصم من الدعم 8 جنيه طبعا ده حاجة مش موجودة الدولة طبعا للحفاظ على فحة المواطنين وفرت الكمامات دي في منظومة التموين شكرا لحظتك على مشاركتك معانا الأستاذ يشام عبد المنعم مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين